أقرأ بقصر البدل وفتح ذواتي السؤال الأول قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائل فإن الله عدو للكيفرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون ولما جاء أَوَ كُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلَ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ السؤال الثاني قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتارك آلهتنا عن قولك قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتارك آلهتنا قالوا يا هود ما جئتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظلون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة الله وآخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم فإن تولوا فقد بلغتكم ما أرسلت به إليكم فقد بلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبير عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب حسبوك حسبوك